بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم في الفيديو ده نستعرض عليكم أداة تقليل الزاكرة أداة محمولة وبسيطة وخفيفة ولكنها قوية جدا من حيث تقليل حمل الزاكرة أو الرامات من التطبيقات والخدمات الغير مستخدمة التي تستهلك مساحات كبيرة من الزاكرة بما في ذلك البرامج التي تعمل في الخلفية يعني باختصار وبشكل تلقائي الأداة وظيفتها تخصيص الزاكرة فقط للعمليات النشطة بشكل حقيقي وعدم ترك أي برنامج أو تطبيق أو خدمة غير مستخدم أو غير مهم من استهلاك أي شيء من الرامات وبالتالي ده هيعود على جهاز الكمبيوتر عندك بتحسن ملحوظ في أداء جهاز الكمبيوتر والأمر ده يكون مهم جدا لكل الأجهزة طبعا ولكن خاصة الأجهزة التي تحتوي على رامات بأحكام منخفضة يعني الأمر ده يكون مفيد جدا لك لو أن الرامات عندك على جهاز الكمبيوتر مش عالية لأن طبعا في الكثير من العمليات على جهاز الكمبيوتر بما في ذلك التطبيقات والبرامج والخدمات وغيره بيحتاج رامات وخاصة التطبيقات البرامج والخدمات الغير مستخدمة التي تعمل في الخلفية وتحتاج مساحات من الرامات عندك بالتالي ده هيأثر على جهاز الكمبيوتر هيأثر على العمليات النشطة لأنك بتستخدمها تحس ببطء في الأداء لكن هذه الأداء اللي أنا استعرضها لحضراتكم وظيفتها بكل بساطة عدم ترك أي شيء في الخلفية من استهلاك أي شيء من الرامات وتفريغ الزاكرة وتركها فقط للعمليات النشطة بشكل حقيقي يعني العمليات اللي إنك بتستخدمها رابط موقع الأداء هيكون موجود أسفل الفيديو هتفتح معك هذه الصفعة هتضغط هنا على free download بعد ذلك مرة أخرى download now ويتم تحميل الأداء معك حجمها طبعا بسيط جدا بعد الانتهاء من التحميل هتفتح معك الأداء تكون مضغوطة ببعض لشكل كليك يمين عليها وإكستراكت وقول ثم إكستراكت تم فك الضغط عن الأداء تفتح هذا المجلد هتلاقي بداخلها أيقونتين أيقونة لأجهزة اكس اربعة وستين أو معماريت اربعة وستين وأجهزة أخرى أو أيقونة أخرى لأجهزة اتنين وتلاتين بيت أو ستة وتمانين بالنسبة لنا هنا اكس اربعة وستين أو هنستخدم الاكس اربعة وستين لو إن جاهزك اتنين وتلاتين بيت فستخدم هذا الخيار كليك يمين عليها بعد ذلك run as administrator تشغيل كمسؤول بعد ذلك يسر دلوقتي هتبدأ الأداء من فحص جهاز الكمبيوتر عندك أو تحليل واستكشاف حالة استخدام الرامات بالنسبة لنا في الوقت الحالي المستهلك من الرامات عندنا واحد وسبعين في المية من إجمال مساحة الرامات اللي هو تمانية جيجا المستهلك أو المستخدم في الوقت الحالي خمسة جيجا وستمائة ميجا والمتاح فقط اتنين جيجا وثلتمائة ميجا طبعا لو انك ضغطت على option بعد ذلك في الأسفل اللغات auto تقدر انك تعرب الأداة أو تستخدمها بأي لغة أخرى وتطبيق الخيارات زي ما انكم شايفين دلوقتي ضغطة واحدة على تحسين واتلاقي ان حجم الرامات من خمسة جيجا ونص زي ما انكم شايفين تعدى أو وصل إلى تلاتة جيجا ونص تقريبا زي ما انكم شايفين ده عملية تحسين مهمة جدا أو مفيدة جدا أو ملحوظة بشكل كبير جدا الرامات من خمسة جيجا ونص إلى تلاتة جيجا ومتين ميجا ده طبعا أمر مفيد ومهم جدا لو اننا فتحنا مدير المهم عندنا التاسك منتجر بعد ذلك هنا تبويب البروفورمانس ثم تبويب المومري زي ما انكم شايفين هتلاقي طبعا لما انك بتعمل تصغير للأداة بتنزل هنا في صندوق الأدوات أو الرموز الخفية تقدر توصل لها زي ما انكم شايفين هتلاقي ان حجم الرامات المستخدم عندنا في الوقت الحالي تلاتة جيجا وستمائة ميجا والمتاح أربعة جيجا وميت ميجا طبعا ده يدل على ان الأداة أو ان قراءات الأداة مزبوطة بنسبة كبيرة جدا تحسين واتلاقي ان الرمات تم تحسنها بنسبة كبيرة جدا طبعا الرمات بيتم تحسنها وبيكون المستخدم فقط للعمليات الحقيقية او القد الاستخدام بشكل حقيقي في الوقت الحالي لكن التطبيقات البرامج والخدمات التي كانت تستخدم مساحة كبيرة من الرمات في الخلفية تم اغلقها وتوفير لك مساحة الرمات للعمليات النشطة بشكل حقيقي بعد ذلك هنا في الخيارات هنا محتاج انك تعلم على اي من هذه الخيارات بدء التشغيل تلقائيا عند بدء تشغيل الويندوز هذا الخيار لو مش معلم عليه علم عليه بعد ذلك اخفاء النفذة عند بدء التشغيل ده ما تعلمش عليه تصغير واظهار نفذة البرنامج سيبهم زي ما هم بعد ذلك من هنا تقدر تختار ايكونة للاداة هتظهر معاك هنا في صندوق الرموز الخفية بعد ذلك والمهم جدا عشان ان الاداة تعمل بشكل تلقائي دون تدخل منك هذا الخيار عملية التحسين التلقائي طبعا انك مش هتفضل تفتح الاداة وتعمل تحسين بشكل يدوي هتعلم على هذا الخيار عشان الاداة تفتح او تعمل في الخلفية بشكل تلقائي ودون تدخل منك في تحسين الرامات ولكن هنا هتبتدي انك تحدد النسبة المئوية اللي لو تم استخدامها او ان الاستخدام وصل لها تبدأ الاداة من عملية التحسين هي بتكون معينة بشكل افتراضي على 85% تقدر تقللها ولكن انصحت انك ما تقللهاش عن مثلا 65% عشان مثلا بتكون في حال انك بتستخدم بعض العمليات اللي بتستهلك رامات كتيرة مثلا في الوقت الحالي لو ان العمليات النشطة اللي انك بتستخدمها في الوقت الحالي هي اللي بتستهلك هذا القدر من الرامات فبالتالي لو ان الاداة اشتغلت وعملت تحسين هيأثر على اداء البرامج اللي انك بتستخدمها فحاول انك ما تقللش مقدار استخدام الزاكرة عن 65 او مثلا 70% ده هيكون ممتاز جدا بعد ذلك عملية التحسين بالثواني تقدر تخليها مثلا 10 او تخليها زي ما هي على 15 ثانية كل 15 ثانية لو ان نسبة تجاوز بمقدار استخدام الزاكرة تعدت او وصلت الى 70% او النسبة اللي انك هتحددها هتبدأ عملية التحسين بشكل تلقائي بعد ذلك تطبيق الخيارات وده كل اللي مطلوب منك كده الاداة بشكل تلقائي او في الخلفية ودون تدخل منك هتبدأ في عملية التحسين في الخلفية وطبعا ده هيعود على جهاز الكمبيوتر بالحصول او هتلاقي فيه تحسن ملحوظ في مهام وفيه اداء جهاز الكمبيوتر بشكل عام فقط تحسين لو انك هتطبق مثلا بشكل يدوي وهتلاقي ان الرماد تم تحسينها بنسبة كبيرة جدا وطبعا التصغير هتلاقي الاداة موجودة هنا في صندوق الرموز الخفيية بتعمل بشكل تلقائي وفي حال مثلا انك حسيت ان جهاز الكمبيوتر تقيل محتاج انك تعمل تحسين للرماد او انك تتدخل في بعض الاوقات بشكل يدوي اللي عملية التحسين فمن صندوق الرموز الخفيية كليل كيمين على الاداة هتلاقي عندك في المقدمة ظاهر معاك النسبة المستخدمة او المستهلكة من مساحة الرماد في الوقت الحالي تقدر انك تضغط عليها مسح للزاكرة وبشكل تلقائي او هيتم تحسين اداء الزاكرة عندك بس كده حرقكم هو ده كل ما في الامر اداء مهمة جدا يجب انها تكون موجودة عندك على جهاز الكمبيوتر لتحسين اداء الرماد عندك بشكل تلقائي فما تنساش من دعم هذا الفيديو بلايك ولو عندك اي تعليق او اي استفسار قل لي في التعليقات وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته